رحلتهم إلى الإيمان فريدة بفرادة الإنسان دخلت فترة الإعدادة ودي فترة التكوين الشخصية وفترة المراقة فبعدت فيها عن الدين شوية دخلت رجعت المسجد تاني نفس المسجد اللي أنا كنت بروح فيه ودلوقتي بدأت عيني تتفتح على الجماعة الإسلامية في الفترة دي كنت تعبان ما كنتش مرتاح يعني ما كنتش حاسس إنه هو ده المفروض يكون عليه وسامة يعني ملت للسلفين أكتر عن الإخوان بس المشكلة أنه يعني ده فقد شيء وده فقد شيء بالنسبة للشيوخ والعلماء هم في حد ذاتهم مختلفين طيب ومين اللي هينزل في آخر الزمان؟ دي كانت البداية وإن هي دين مختلف عن الإسلام لهم كتاب غير القرآن وليهم رسول غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليهم شعائر مختلفة يعني باختصار هو دين جديد فأعطاني كتابين كتاب اسمه حمامة البشرة وكتاب اسمه تحفة بغداد الحقيقة أنه دول كانوا التحول الكبير بالنسبة لي وبيكلم العرب بيخطبهم بقلب محب للعرب بشكل فضيع بمجرد ما أنا اقتنعت بصدق الإمام المهدي والمسيان والده السلام أهلوا الطراب على اسمه ده وخلاص يدفنوه أخي اسمه قلت في كل مرة كنت بتنتمي فيها للجماعة وبنتنتقل للجماعة كنت دائما بتاخد قرارك من نفسك هذه المرة مختلفة في اختيارك الجماعة الإسلامية الأحمدية إيش المختلف طبعا أنا كنت بأخد قراري بنفسي بناء على الأدلة القرآن من السنة ومن أقوال وعلماء السلف والحقيقة أن المرة دي أنا وصلت المرحلة فقدان الأمل فقدان الأمل في الأسباب الدنيوية يعني زي ما كده الإنسان لما خلاص بيتطقطي بيكل السبل فبيلعيش اللي يقول يا رب يا رب للأسف دي اللي كانت غيبة عني موظم الوقت أنا كنت بقول يا رب بس ما كنتش بقول يا رب إيه هو الصح والغلط أنا كنت باختار الصح والغلط وبادعي بعد كده ربنا اسمه تعالى بعدما قرأت الكتابين الأولينيين لحضرة مرزا غلام أحمد القدياني لجأت الربنا بشدة وبتضرع شديد كنا في شهر رمضان وكانت الأجواء يعني جميلة وروحانية فعلا وكنت يعني بصلي التهجد بالليل خصيصا عشان الأمر ده كنت بصلي في البيت بعد صلاة الترويح وأدعي كتير وأقول يا رب يعني عرفني هل هو الشخص ده فعلا هو المسيح الموعود اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشر به الأدلة اللي بيقولها أدلة قوية وسيدنا عيسى مات فعلا وبالتالي بعدما أنا طول عمري زي زي كل الجماعات الإسلامية واقف كده وبص الفوق وعن ما لاستنى سيدنا عيسى ينزل من السماء دلوقتي واجب علي أن أنا بص في الأرض وشوف فين سيدنا عيسى أو الشخص اللي ربنا يختاره كمثير لسيدنا عيسى من الأرض هل ممكن يكون هو ده كلام بتاعه كلام قوي وأدلته كلها أدلة من القرآن ومن السنة ومن الأشياء اللي هي لا تبعد أبدا عن فهم السلف الصالح وفهم الصحابة بالذات فدعيت ربنا بكل صدق وكل إخلاص ونسيت الدنيا كلها وأنا واقف قدام ربنا وكنت بقول يا رب عرفني هل الشخص ده فعلا هو الإمام المهدي والمسيح هل هو ده اللي الرسول بشر به أنا مش عارف أختار ربنا سبحانه وتعالى أثبت لي في الحقيقة إنه هو إله حي وإنه هو بيتكلم وإنه هو بيهدي عباده وبيرشدهم فعلا في ليلة من الليالي في رمضان يعني وأنا ما بين اليقظة والنوم سمعت يعني صوت قوي جدا الصوت ده محد يستمعون لنا زوجتي كانت جنبي الصوت ده هز كل جسمي كل كياني كل خلاياية بكل قوة ووضوح وما فيوش ظر التردد بيجاوبني على السؤال ده مين هو ميرزا غلام أحمد هل هو المسيح لقيت الجواب من الله سبحانه وتعالى منحته مقعد صدق عند مليك مقتدر الله الكلمة دي لا أنساها ولا أنسا يعني اللحظة اللي سمعتها فيها طول عمري لأني لم أسمع في حياتي صوت بهذه العذوبة وهذا الجمال وهذه القوة نعم فقمت مفزوع بعد اللحظة دي بكل فرحة وكل نشوة وسعادة حتى أخبرت صوتتي في اللحظة دي قلت لها ربنا رد علي ربنا جاوبني في شأن سيدنا ميرزا غلام أحمد أنا تأكدت يقينا أنه هو الإمام المهدي والمسيح المعود الله عمري ما يختلط علي الكلام ده أبدا ومستحيل ربنا يسلمني للشيطان بعد كل التضرعات دي وكل الابتهال ده عشان الشيطان هو اللي يجاوبني إذن ولا يزب الله ربنا ممكن مش ممكن يكون موجود ده كلام ربنا وده رد من ربنا سبحانه تعالى علي واضح جدا يعني إذا أنا بشوف فوش تأويل ولا لبس أبدا إذا أنا بشوف الشمس جنب ضوء الشمعة عمري ما أتلخبط في ضوء الشمس برضو عمري ما أتلخبط أن الكلام ده هو كلام ربنا سبحانه تعالى بعدها مباشرة قررت أن أنا أبايع والحمد لله رب العمين بايعت على أن أنا أكون مسلم حقيقي مسلم حقيقي يعني يطيع النبي صلى الله عليه وسلم محمد في أنه يبايع ويتبع المسيح الأخبر من أنه سيأتي في آخر الزمان ما شاء الله الله يبارك فيك وثبتك وثبتنا إن شاء الله مرة قلت لي جملة وعجبتني يعني لفتتني أنه بعد البيعة والمعاملة مع الأحمديين والجماعة والتعرف أكثر على جماعة السلامية أحمدية وجدت السلفية الحقيقية في الأحمدية دي حقيقة دي حقيقة يعني للأسف الإخوة أصدقائي من السلفيين ومن الجماعة الإسلامية المصرية سابقا يعني كلهم أو معظمهم بيظنوا أن أسامة ترك الدين ترك الإسلام ورح لجأ لدين تاني وللرسول تاني بأحزن عليهم جدا وبأشفق جدا على اللي بيفكر بهذا الشكل وكنت أتمنى إن إحنا نقعدنا وهو ونتناقش بنفس المبادئ اللي أنا تعلمتها طول عمري اللي هما كانوا بيسمعوها وما زالوا بيسمعوها بالقرآن والسنة وفهم السلف الصالح والتي لا تنطبق كما تنطبق على الجماعة الإسلامية إطلاقا إطلاقا والله بصدق ويعني الإخوة القدامة أصدقائي يعني قبل الأحمدية يعرفوا الكلام ده كويس جدا يعني إذا أنا قلت إن هذا الكلام يعني اللي قرأته في كتب المسيح المودع السلام هو أعلى درجة من الالتزام بالسلفية الحقيقية والمنهج السلف الحقيقي فأنا لسته مبالغا ويعني اللي يريد أن يتأكد الكتب موجودة يعني الجماعة الإسلامية الأحمدية هي ما بتخبيش حاجة كنا زمان في الجماعة الإسلامية المصرية كنا بنخبي الأبحاث والكتب تحت السرير لا الجماعة الإسلامية الأحمدية ومسيح ربنا سبحانه وتعالى يعني المسيح اللي اختاروا ربنا في الزمن الأخير مستحيل يخبي ده هو بينشر دعويته في العالم كله فالكتب موجودة في الموقع ويعني أنا بطلب منهم رجاءا حرا لأخي بيحبهم حب في الله شديد وبيحفظ ود السنين السابقة وعمره ما ينسى أبدا بطلب منهم أنهم يدوا نفسهم فرصة ويقرأوا وهيعرفوا فين الحقيقة يعني أنا مش بقول أكتر من أمر القرآن الكريم اقرأ وأمر الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسقوا بنامين فتبينوا ما قلتلوش أو ما قلتش ما طلبتش من حد أن تعالى امشي معايا وخليك من الأحمدين أنت مغمض أبدا كل واحد له عقل وكل واحد له رجوع إلى الله سبحانه وتعالى اللازم يسأله فيه زي ما أنا سألت ربنا سبحانه وتعالى ولكن يا أخي ما تقفلش على نفسك منافذ الشمس يعني ما تقفلش على نفسك منافذ النور وتقول أنا شايف ظلمة طب أنت لازم تشوف ظلمة طيب إذن تمت البيعة في أي سنة؟ بيعت في سنة 2014 بعد شهر رمضان مباشرة أو تقريبا في شهر رمضان لأت أذكر تحديدا والحمد لله ربنا أكرمني وزوجتي بيعت بعدها بشهر زوجتك كأقرب الناس لك وأيضا أهلك يعني الدائرة المحيطة كان رضيت فعلهم إيه بعد البيعة؟ الحمد لله ربنا يعني زي ما المسيحة موضع السلام قال إن شهادة الزوجة لزوجها هي أصدق شهادة لأن هي بتشوفه في كل أحواله وبدون تكلف وبدون تمثيل ممكن أن أصحابه بره يشوفه في لحظة بيمثل فيها بعد كده يرجع البيت فيظهر وجه الحقيقي فالحمد لله يعني زوجتي لم ترى مني منذ الزواج وقبل الزواج إلا يعني المعاملة الإسلامية الحقيقية أنا بحاول زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصنع فأنا أحاول أن أصنع مع أهلي عشان كده يعني ما كانتش متفاجأة جديدة هي طبعا استغربت هي ما عندهاش الخلفية العلمية الشرعية القوية وكده ولكن هي إنسانة على الفطرة بتحب ربنا سبحانه وتحب الدين فكانت بتتبع معي باستمرار من زمان يعني من أيام ما كنت بناقش ممدوح وهي بتتبع معي أول باول وبحكي لها أول باول كل الحوارات ينزل من السماء وهي زيهم في مرة كنا بنقرأ في كتاب من كتب المسيح الموجود عليه السلام فذكر قصة إليا اللي هو سيدنا إلياس وإزاي أن اليهود رفضوا سيدنا عيسى بن مريم بسبب أن عندهم نبوءة في التوراة أن المسيح مش هيأتي إلا لما ينزل إليا من السماء اللي هو سيدنا إلياس هينزل من السماء فلما جي سيدنا عيسى قال لهم أنا المسيح قالوا له لا تكاذب إلياس مجياش آه إلياس لسه مجياش إحنا عاديم السنين وينزل من السماء فقال لهم إلياس موجود ما بينكه هو يحيا سيدنا يحيا هو إلياس ربنا سمى إلياس وقال إنه هو ينزل من السماء يعني هو نعمة ربنا هيبعثها إليكم وسيدنا يحيا فعلا جيه قبلي فقالوا له لا 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 الفهم ده فهم بايز أنت كده مخالف لفهمنا اللي إحنا ماشيين عليه وما زالوا من ألفين سنة بينتظروا وما زال اليهود من ألفين سنة منتظرين إليه ينزل من السماء بمجرد ما زوجتي سمعت القصة دي تأثرت جدا وقالت إحنا وضعنا كده مشابه لوط اليهود تماما خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم مشابه بين الأمتين آه خصوصا والقرآن الكريم آه النبي صلى الله عليه وسلم قصة قوم كما ذكر بني إسرائيل لأن الرسول قال فعلا لتتبعونا سنة من كان قبلهم شبرا بشبر وزراعا بزراعة فهي لأ فجئت إن إحنا ماشيين ورا خطى اليهود تماما جالهم المسيح فكذبوه عشان مستنيين إليه ينزل من السماء وإحنا جالنا المسيح فكذبناه عشان مستنيين عيسى ينزل من السماء فقالت لأ أنا بالنسبة لي كده الأمر انتهى موضوع انتهى آه وهدع ربنا صلى الله عليه وسلم وفعلا دعيت الله عز وجل وربنا ألهمها هدوء في النفس ورأيت برضو من الرؤى المبشرة فقررت أن هي تبايع ومن بعدها والحمد لله احنا في نعمة ورخاء كبير طيب الحمد لله الحمد لله التغيير اللي حصل على أسامة بعد البيع يعني أسامة العالم دعنا نقول أولا المتعلم احنا بنعيش بموترح المتعلمين اللي عنده دراسات وفي الأزهر وثقافة عالية وتجربة مع جماعات الإسلامية وعنده رحانيات وعنده علاقة بله سبحانه وتعالى والجيديد اللي قدمتله هي الجمع الأسلامية الأحمدية الجديد اللي قدملك هي إيمانك بإمام مهدي المسلم المسيح الموجود عليه السلام عرفني بالله عز وجل الحقيقي الله سبحانه وتعالى الحقيقي يعني عايزة أقول بصراحة ويمكن النكلام ده ممكن يزعل كتير من الناس الإله اللي احنا نعرفه ما قبل الجمع الأسلامية الأحمدية هو إله غير حقيقي إله ما بيتكلمش لا يوحي لعباده ما بيسمعوش منه أي كلام ولا بيشعره بتوجيهه وهدايته ليهم بشكل واضح إذا دعوه ممكن ما يجاوبش عليهم وممكن يترك الشيطان يجاوب عليهم زي ما الإخوة بيقولوا لي يعني بعض الإخوة بيقولوا ده الشيطان اللي جاء وقال لك كذا كذا يعني أنا بدع ربنا سبحانه وتعالى بكل تدرع وكل إخلاص هل ظنكم بالله أن هو يسيب الشيطان يجي يرد علي إذا كان ده ظنكم بالله فأحذركم بقول الله سبحانه وتعالى وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين عرفت الله عز وجل الحقيقي في الأحمدية عرفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومكانته العظيمة من خلال الخادم الصادق له سيدنا مرزا غلام أحمد ما شفتش في حياتي حد بيمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيتفانى في حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيذوب عشقا في تراب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زي ما هذا الشخص بيذوب يمكن أن ألاحظت هنا في قديان لما جيت الأحمديين بيزوبوا حباً في العرب يعني مجرد ما يشوفون اللبسين اللبس العربي بيزوبوا في عشقاً طيب أنا عايز المعارضين يفكروا لو كان الشخص ده فعلاً بيفضل نفسه على سيدنا محمد وعايز يقطع صلة الأمة الإسلامية بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يربطها بي إزاي ينشأ في قلوب أتباعه هذا الحب المهول لكل ما هو عربي وكل ما أسأل واحد أقوله طيب أنت يعرفني يقول لأ ما عرفكش طيب أنت ليه بتحبني يقول لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عربياً فيعني أنا أزوب خجل من هذا الكلام إيه الحب العشق الفضيع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده إذا كان هؤلاء هم الأتباع فما بالك بمن غرس فيهم هذه النبتة العظيمة عرفت الله عرفت النبي صلى الله عليه وسلم عرفت القرآن الكريم الكتاب الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ما فيهوش آيات منسوخة زي ما كنا بنتخيل ما فيهوش تلعب ما فيهوش آيات موجودة وملهاش أي فائدة غير أن هي بس تاريخية أو أحكام شرعية كانت موجودة والآيات بتاعتها تنسخت وتلغت لا كتاب الله كامل محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتير من المفاهيم والتصورات عرفت حدثني حكي لي عن الثبات يعني إحنا حكينا من قبل عن اللي بيحصل في الحركات الدينية وكل شوية مراجعات وكل شوية بيغيروا اتقاه تماشيا مع الظروف وتماشيا مع العصر وتماشيا حدثني عن الثبات اللي وجدته في الجماعة الإسلامية الأحمدية خصوصا وإنه عمرها مش يوم يومين ولا سنة وسنتين يعني نتكلم عن أكثر من 120-130 سنة من سنة 1889 لما تأسست لا 2018 يعني نحكي عن سنين مديدة أكثر من قرن وربع من الزمن فعلا يا دي ملاحظة يعني جديرة جدا بالانتباه لما تبقى جماعة بقالها أكثر من 125 سنة ومازال منهجها لم يطرق عليه ضر التغيير فلا شك إذا الزمن بيتغير المفروض أن المنهج يتغير إذا كان منهج بشري المنهج الوحيد اللي ما بيتغيرش مع تغير الزمن ويتلأم إلا إذا كان منهج إلهي منهج رباني من عند الله سبحانه وتعالى محسوبة من عند الله سبحانه وتعالى عالم الغيب بالضبط الحاجة الثانية الأهم والأخطر أن أنا وجدت أخيرا من يفصل في القضايا الخلافية بين المسلمين أنا كنت هتجنن يعني إذا أنت فكرت في حال المسلمين هتتجنن كل واحد بيقول أنه هو متابع للقرآن والسنة وكلام علماء السلف وكل واحد في اتجاه الشتة اتجاه المفاصل مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط كان لازم يأتي من عند ربنا حكم عدل عشان يفصل في كل هذه القضايا يقول أنتو عندكو كذا صح وكذا غلط وأنتو عندكو كذا صح وكذا غلط هو مش هيخترع جديد هو هيأتي بالدين بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه اللي نزل عليه الله أكبر الله أكبر ما أجمل هذا الأذان من هذه المرارة الرائعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد للا إله إلا الله 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 أشهد لأن محمد رسول الله أحيانك اشهد أنم حمد رسول الله أشهد أنم حمد رسول الله اشهد أنم حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حيال السمن حيال السمن حيال AS عمل في العلم الله أكبر الله أكبر لا 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب إذا أخي أسامة وصلنا لنقطة الثبات على الجماعة الإسلامية الأحمدية منذ انطلاقها وحتى اللحظة بفضل الله تبارك وتعالى مواقفها ثابتة نعم وصصها ثابتة وهذا الثبات هو فعلا دليل إضافي على أنها من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب ويعلم ما سيجد في هذه العصور والظروف ويخلق التوجه ويخلق التعاليم ويجد التعاليم التي من شأنها أن تتلائم مع العصر ومضغيراته نعم بعد كده التجارب اللي خضها أسامة تجارب روحانية يعني ما كانتش يعني التفتح باب ما كانتش مفتوح قبل كده حدثناش ويعطينا مثال لقمة كده قطف لنا ثمرة من الثمرات الروحانية اللي قطفها أسامة بعد البيعة الحقيقة أن التجارب الروحانية طبعا أنا أعتبرها هي تجارب شخصية يعني لا بد أن يعيشها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى بنفسه حتى يشعر بحلوتها وجمالها عشان كده احنا عايزين حبة واحدة الحقيقة أن أنا من بعد باعة المسيحة موضوع السلام ويمكن من قبل باعته من مجرد ما بدأت أقرأ الكتب الله عز وجل فتح لي باب وصال معه عجيب لم أشعر بهذا الوصال في حياتي كلها وصال مستمر علاقة ما بين الصديق وصديقه ما بين الأب اللي بيراعي ابنه بيحاول أنه يحافظ عليه ويحميه من الأخطار ويفتح له أبواب من الخير لم يكن يتخيلها يعني كثير من الرؤى رأيتها وربنا الصلاة جعلها رؤى صادقة ورأيت فيها أمور لم تحدث سابقا وحدثت كثير من الإلهامات سمعتها منها معاني للقرآن الكريم كانت مغلقة قدامي وإز بي أسمع من الصوت العزب الجميل ده من يفسر لهذه المعاني بتفسير في قمة الروعة والجمال وينسجم مع معاني القرآن الكريم ومعاني السنة النبوية ومعاني التي فهمها الصحابة الكرام ولكنه يعطي بعد جديد لم أكن أتخيله في حياتي ناشا الله في توفيق من ربنا صلى الله عليه كبير في سكينة بتظلل بيتنا من بعد الأحمدية يعني يمكن قبل الأحمدية كان في بعض القلاق الإضطرابات المشاحنات إلى حد ما من بعد الأحمدية في سكينة نفس وهدوء نفس غريب فيه إنسجام فيه علاقة مع إمام واحد للعصر بيجمعنا كلنا الجماعة الإسلامية الأحمدية هو سيدنا أمير المؤمنين خليفة المسيح الخامس سيدنا مرزا مسرور أحمد أيضا الله تعالى بنصري العزيز بتواصل معه باستمرار ببعث له رسائل ورغم أن ملايين الأحمدين ببعته له على مستوى العالم إلا أنه بيرد على كل خطاب وبيرد بحاجة الشخص وربنا بيكرمنا بدعواته الجميلة كان عند أولادي يعني تعب شديد وكان مستمر يعني حساسية صدر شديدة يعني حساسية التنفس حساسية التنفس وكنا يعني الليالي ما كناش بالنامها ما كناش بالنام الليالي بسبب المشكلة ديت ليهم كلهم لدرجة أن احنا اشترينا جهاز التنفس دوت أو البخار في البيت زوجتي بعتت رسالة لسيدنا أمير المؤمنين نصره الله وطلبت منه الدعاء للأولاد خصوصا في مسألة المرض دوت يعني أقسم بالله سبحانه وتعالى أن من بعد هذه الرسالة التي رد عليها سيدنا أمير المؤمنين يعني قلت المشكلة بالنسبة لنا بدرجة 95% تحسن إعجازي غريب مش بس ديه يعني أنا طلبت منه بعتله ودعوت في يوم من الأيام لطلب معين شخصي وأيس بي أفاجأ بهذا الطلب حتى التضحيات المالية البسيطة اليسيرة اللي لا تذكر لما كنت بقى قدمها لله سبحانه وتعالى وما زلت نصرة للدين أفاجأ بالرد من الله سبحانه وتعالى بالأضعاف لدرجة أن في مرة يعني تبرعت بمبلغ اتفقنا عليه أنا والزوجتي فرجع لنا عشر أضعافه تحديدا بالزبط فزوجتي قالت طب ما كناش نزود التبرع شوية يعني وجدنا آيات القرآن بتتحقق وجدنا القرآن حي ما بيننا كنا بنقرأ آيات القرآن خامدة إحنا فوادي والله عز وجل والقرآن فوادي آخر وكنا نظن إن إحنا قريبين من الله علامة القرب إجابة الدعاء علامة القرب الوصال ما بين الحبيب وحبيبه أنت لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى يعني ما عودناش نقدر نستغني عن ذكر الله لا في لحظة ولا في ليل ولا نهار الحفاظ على الصلوات ويتركزنا على الأولاد الحفاظ على الصلوات في أوقاتها وموعدها كثير من الأوهام اللي كانت سائدة عن القرآن الكريم وعن أنبياء الله ورسله أزيلت من عندنا تماماً بدأنا ننظر لهذه السلة الكريمة اللي ربنا اختارها لرسالاته نظرة رفعة وإجلال عظيمة ما كانتش موجودة قبل كده طيب تعالى سنة بس عشان الأرض بردة حرارة الموضوع طيب إحنا دلوقتي في قديان وبفضل الله تبارك وتعالى حضرنا الجلسة السنوية لجميع السلامين الأحمدين في قديان الإنبارح انتهت عليك والسلام الإنبارح انتهت وعايز أسامة يوصف لي ملخص تجربته القديانية يعني مشاعره في قديان وفي من بقديان وبالأمور اللي في قديان المادية الأبنية والمقامات والمساجد والناس اللي في قديان اللي قبلهم أسامة تجربتك القديانية ما يوصف لي إياها؟ الحقيقة ما أدرش اختصر التجربة دية في كلمات بسيطة ولكن الحقيقة أنا أول مرة آتي قديان وقلبي يعلق بقديان بلد المسيح المواود عليه السلام البلد اللي ولد فيها ذلك الشخص اللي الأمة كلها بتنتظره بل العالم كله بينتظره عشان يجمعهم على دين واحد هو دين الإسلام وعلشان يعلي شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورأية محمد صلى الله عليه وسلم تكون مرفوعة ما بين الأمم أنا حست ببركة كبيرة جدا مجرد ما دخلت القرية البسيطة دي زرت فيها كل المزارات زرت قبر المسيح المدعي السلام وتضرعت إلى الله وأبلغته سلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلام العرب وتمنيت من الله أن العرب عيونهم تتفتح وأن علماءهم مشيخهم يعني يبصروا الحقيقة ويراجعوا نفسهم تاني مرة تانية في الحكم الباطل والزائف اللي حكموه على الجماعة الإسلامية الأحمدية زرت المسجد المبارك ودعية الله عز وجل في بيت الدعاء اللي المسيح المدعي السلام كان بيرفع منه الدعوات إلى الله عز وجل وتضرعاته وألاف الأدعية استجيبت منه زرت المسجد الأقصى هنا ووقفت قدامها نارة المسيح المشهد المهيب دوت اللي بيطبق أو بيحقق نبوآت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا مسلمين أنا بقول المسلمين عايزين تشوفوا نبوآت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللي مذكورة في الأحاديث الصحيحة تشوفوها واقع ملموس تعالوا هنا في قديان هتجدوا منارة المسيح اللي نزل عندها المسيح وظهر هتجدوا مقام القدرة الثانية المكان اللي بدأت فيه الخلافة الراشدة الأخرى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة انتو بتنتظروا وهم وهتفضلوا تنتظروه زي ما يعني هتسيروا على نفس خطة اليهود اللي بقى لهم ينتظروا سيدنا عيسى ألفين سنة يا أخوانا أفيقوا لله يعني رجعوا أنفسكم اقرأوا كتاب الله عز وجل فتبينوا إن جاءكم فاسقوا منهم فتبينوا إلا هيدركوا لا تغلقوا أذنكم عن السماع ربنا صلى الله عليه وسلم يعيب على يعني أهل النار بيتندموا يقولوا لو كنا نسمعوا أو نعقلوا ما كنا في أصحاب السعير يا أخوانا اسمعوا ده ربنا بيقول في القرآن بيمدح عباد المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة إذا لم تجدوا هذا القول أحسنوا اتركوه محدش هيجبكوه ولكن استمعوا استمعوا لماذا تغلقون أذنكم الصحابي الكريم الطفيل بن عمر الدوسي من كتر الحاح المشركين عليه وزنهم حط في ودن قطن عشان ما يسمعش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القطن كان العلامة الفريقة بين أنه يبقى من كبار الصحابة وبين أنه يموت على الشرك قال لا يعني أنا إزاي أن أنا أصم أزاني أنا راجل عائل وشاعر لبيب لازم أسمع فترك القطن من أذنه فسمع فكان من كبار الصحابة اللي بنترضى عليهم إلى الآن مش عايزين تبقوا في هذا المقام يعني أنا تأثرت جداً بقديان والنهاردة آخر يعني ساعات في قديان وحقيقي يعني ساعات مؤثر فيها أنا يعني في قمة الحزن أنه هترك هذا المكان لأني عشت في روحانية وعشت في صلوات وتهجدات وعشت في محبة سائدة ما بين الجميع على اختلاف دولهم من كل دول العالم شفت مسلمين وبيننا وبينهم محبة وعمق محبة وكأننا نعرف بعضنا من عشرات السنين يعني هذه المحبة فعلاً لا ينطبق عليها إلا قول الله عز وجل لو ألفت لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه هو الوحيد سبحانه وتعالى اللي قدر أنه يجمع كل القلوب المتنفرة من كل أنحاء الأرض على هذه المحبة وفي بلد حضرة المسيح الموعود المحب العاشق والخادم الصادق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله أحسن جزائي أخي وسامة وبرك الله فيك على هذه المحلة الطيبة شديد الكرام من هنا من أرض قديان أرض المسيح المعودة عليه الصلاة والسلام ومن أمام منارته نشكركم على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم رحلة الإيمان نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى جزاكم الله خير رحلتهم إلى الإيمان فريدة بفرادة الإنسان